محاسبة تكاليف وإدارية واحد حسب 310 الوحدة الأولى مقدمة في محاسبة التكاليف مصطلحتها وأغراطها An Introduction to Cost Terms and Purpose مفاهيم تكاليفية علاقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة المالية والإدارية تبويبات التكاليف قياس تكلفة الإنتاج نظريات التكاليف الجزء الأول هتكلم فيه مفاهيم تكاليفية Concepts of Cost هنبدأ بتعريف محاسبة التكاليف Cost Accounting Divination من يجي نعرف محاسبة التكاليف بنقول هي فرع من فروع المحاسبة تشمل الجانب النظري المتمثل في مجموعة المبادئ والأسس والمفاهيم ده الجانب النظري بعد كده ومجموعة الطرق والأساليب الفنية التي تتعلق بالمشروعات الإنتاجية سواء كانت مشروعات صناعية أو زراعية والتي تهتم بحصر وتجميع وتبويب وتحليل وتخصيص وتحميل عناصر التكاليف بهدف الوصول لتكلفة الوحدات أو الخدمات المنتجة والرقابة على عناصر التكاليف وترشيد اتخاذ القرارات والمساعدة في التخطيط وإعداد الموازنات ويتضمن هذا التعريف العناصر الرئيسية الآتية الجانب النظري مجموعة المبادئ والأسس والمفاهيم الجانب العملي مجموعة الطرق والأساليب الفنية الأهداف تحديد تكلفة الوحدات والرقابة وترشيد القرارات والتخطيط مفاهيم هامة Important Concepts عندنا مفهوم عام يسمى النفقات هذا المفهوم يندرج تحته أربع مفاهيم أخرى التكلفة المصروف الخسارة الضياع والتكلفة لها عدة أركان أركان التكلفة هنا تتمثل فيه التضحية بمبلغ نقدي مقابل منفعة التكلفة كتعريف تعرف على أنها تضحية اقتصادية قبل للقياس المالي النقدي في مقابل منفعة عاجلة أو آجلة المصروف تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي النقدي في مقابل منفعة عاجلة عن نفس الفترة التي أنفق فيها المصروف يبقى الفرم بين التكلفة والمصروف أن المصروف يكون عن نفس الفترة التي أنفق فيها الخسارة تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي النقدي لا يقابلها أي منفعة أو عائد وتأتي الأسباب قهرية عادة الضياع تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي النقدي لا يقابلها عائد أو منفعة وترجع أسبابه لنوعين من الضياع النوع الأول الضياع عادي أو مسموح به وتعود أسبابه لعوامل خرجة عن الإرادة ولا يمكن التحكم فيه النوع الثاني ضياع غير عادي أو غير مسموح به وتعود أسبابه للإهمال والتسيب